الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الذاكرين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله إخوانا الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ومع حلقة متجددة برنامجكم للشدائد قصة والقصص من أعظم مضان القيم والأخلاق والتجارب وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله وسلم فقصص القصص لعلهم يتفكرون هذه القصص التي نتعلم منها يتبوأ الصدارة فيها قصص سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم سيرة في التاريخ أعظم سيرة لأعظم رجل مر على البشرية هل تعلمون أيها الإخوة الكرام إهتوا الأخوات الكريمات أن أحد المؤلفين المؤرخين أراد أن يجمع مئة شخصية لها تأثير كبير على البشرية فنظر وفق المعايير وفق الأرقام وفق العلامات والإشارات وجد أن أعظم إنسان أعظم إنسان مر على التاريخ هو محمد صلى الله عليه وسلم وجعله في كتابه المئة أعظم مئة في التاريخ فجعل أول أولئك المئة محمد صلى الله عليه وسلم والعجيب أنه لم يكن من المسلمين لكنه وضع معاييرا ووضع بعض أشتراطات فكان قد تصدر هذه المعايير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيرته كلها فيها من الصبر على الشدائد وفيها من القصص الكثير فيما يغذي موضوع حلقتنا وحلقاتنا من هذا البرنامج للشدائد قصة ولعل مستهل ما جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الشدائد ما جاء عندما أعلن دعوته لقريش وأعلن أنه رسول رب العالمين جمعهم عند الصفا في مشهد عظيم تعرفونه ولكن البيان في هذه الحلقة حول الشدائد التي مرت عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم كيف أنه جمعهم وبين لهم إني لذير لكم بين يدي عذاب شديد فقام عمه أبو جهل بل عمه أبو لهب عبد العزة من عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال تبا لك يا محمد أليهذا جمعتنا يعني أليه هذا الأمر الذي تدعو إليه وهو الدين الجديد جمعتنا فأنزل الله جل وعلا في كتابه تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صارت هذه العائلة وهذا البيت بيت أبي لهب وامرأته صارت عائلة مناكفة لدعوة الإسلام صارت عائلة من أصحاب الشر والفجور والعداوة للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحينما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك فدافع الله جل وعلا عن نبيه في ذلك الموقف فقال عن أبي لهب هو تبت يد أبي لهب وتب ثم ماذا نقف في فاصل يسير ونواصل بتيسير القدر حياكم الله إخوان الكرام حياكم الله أخوات الكريمات وما زلنا مع هذا الموقف الأول لدعوته عليه الصلاة والسلام وكيف واجه الشدائد وقصته عليه الصلاة والسلام في موقف رفض أبي لهب لدعوته عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم موقف آخر في أثناء دعوتي عليه الصلاة والسلام يوم قرب موسم الحج وكما تعلمون أن أهل مكة في موسم الحج يأتي إليهم الناس من كل مكان فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته على أصحاب الحج على أصحاب الموسم موسم الحج فإنهم بدأوا يفدون فاجتمعت قريش وقالوا كيف نرد الناس عن محمد ودعوته هكذا كان يفكر كفار قريش لأنهم في نظرهم يمتلكون السيادة الدينية وهذا جاء ليخرم هذه السيادة وجاء ليناقض هذه السيادة فماذا يقولون فاجتمعوا وتآمروا وهذه من الشدائد التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنهم يجتمعون ضده ويمكرون ويكيدون فقالوا ماذا نفعل به فجاءوا وبدأوا يتفاوضون بالتصنيف الذي سيجعلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد الناس عنه وحتى يكره الناس فيه فقال بعضهم هو شاعر فرد الوليد بالمغيرة وكان هذا الوليد بالمغيرة هو كبيرهم كبير الإجرام هو مستشار الأكبر الذي سيوجه الحديث حتى يختار تصنيفا للنبي صلى الله عليه وسلم يشوهه به قالوا شاعر فقال لا والله ما هو بالشاعر إني لا أعرف قصيد العرب وعرف أشعارهم وعرف رجزهم وعرف لكنها ليس منهم فقالوا كاهن قال والله إني لأعرف زمزمة الكهان وهو ليس منهم إذا ليس بشاعر ليس بكاهن طيب قالوا حديثهم وحوارهم وحوارهم انتفت الدعاء الشعر وانتفت الدعاء الكهانة فقالوا هل هو مجنون قال لا والله إني لا أعرف الجنون وأهله ما هو بمجنون قالوا فماذا نقول عنه قال قولوا عنه ساحر يسحر الناس وهذه وهذا الكلام الذي قاله الولد المغيرة يريد أن يشوه به النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت الله هذا الموقف لأولئك في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى لكن الوقت أزف ولا يسع المقام لذكرها ونعدكم إن شاء الله أن نذكرها في حلقة قادمة إلى ذلك الحين نسألوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته